اعلم أن فتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر والثبات شوف لاحظ قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق الدافع للشبهات وتواصوا بالصبر الدافع للشهوات فاسألوا أهل الذكري أهل الذكر العلماء الربانيون هذا علاج آخر لمن تعرض لشبهة إذا تعرضت لشبهة إلجأ إلى أهل العلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم يعني أهل الأراء السديدة والعلوم الرشيدة يعرفون الجواب فالمطلوب الاتفاف حول العلماء واللجوء إليهم قل تعرضت لشبهة كذا أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة أحمد في فتنة خلق القرآن لما المبتدع هاجوا ثبت الله المسلمين بالإمام أحمد وغيره والبويطي من أصحاب الشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي أئمة أيضا عليكم بالجماعة لزوم الجماعة أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق إلزمهم كن معهم في مواجهة الشبات من العلاجات أيضا التضرع إلى الله بالثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واستعم بالله في إطفاء نار الشبهة في عندنا حديث يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي خلاص توقف توقف انتهي خلاص الشرع يقول لك توقف شكرا لكم شكرا لكم